ماذا يحدث مع XRP؟ هذا مجرد. كما نرى أننا نستطيع أن نقوم بسرعة 200 محاولة. هذا هو مجرد أن نقوم بسرعة 1 دولار. لذا، إذا نحصل بسرعة من هنا، سيكون بسرعة جيدة. ولكن إذا نقوم بسرعة، هذا يعني أننا لا نستطيع أن نذهب إلى 1 دولار في الوقت. لذا، ستكون مستعداً لنقوم بسرعة من هذا الوقت. ترجمة نانسي قنقر